اول لسن عندنا هنا في بيكلم عن حاجة اسمها يعني هو نفس المسائل اللي احنا اخدناه في بس المرة دي بقى هيجي يقول لك ان عايزك تكتبها لي او طبعا احنا متعودين من الترم الاولى على موضوع والكلام ده فانت مش هتلاقي حاجة مختلفة يعني هو الدرس الاولاني اصلا في الجومتري مفيش فيه شرح قدمه هو الفكرة كلها انك هتكتب المرة دي بي الستيبس انك هتطلع هتقول لي مش فاهم يعني مسلا ما يكون معنا مسألة زي دي كده ويجي يقول لك هنا مسلا اي دي بارل تو بي سي ويميجر انجل دي اي بي ففتي ويميجر انجل دي اي اي اقوال سبينتي دي ويبيقول هنا فايند ذا ميجر او زا انجلز او زا تريانجل اي بي سي اي بي سي يعني هنا ايه انا عايز الميجر انجل الاي ديت والميجر انجل بي وبرضو هيكون عن عايز كمان برضو ميجر انجل السي فهو ده نفس اللي انت اخدته في بس الفكرة هنا ان هو عايزك تحلاب ايه بالستيبس او اول حاجة هنا انت هتمسك هنا لو جدت لاحز انك جاب لك هنا فيه بردل ما دم جاب لك هنا بردل يبقى لا يزم هيكون عندك هنا هايكون ايه يا اما بالالترنيت يا اما بالكرسبوندنج يا اما بالانتيريور يا 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 طيب واحنا قلنا قبل كده في الترميل الاول لما يجيب لك هنا اقول لك هنا في بردل بالقلم بتاعي كده اه وبعد كده ايه اللي هنا بعد ما قلت ان في بردل اعمل ما بينهم كده او عشان ده اسمه فهتجد بوسط هيتلاي المجور انجل دي اي بي هتكون. راها شكل الحرف الزد فده بيكون هنا ايه اه ده اسمه تمام. وبعد كده عندك هنا برضو نفس الفكر برضو هنعلي هنا فيه برضو والسي اي برضو يعتبر فيكون هنا المجور انجل اي 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 دي سيفنتي هتكون برضو برضو مجور انجل سي برضو هتكون ايقوال سيفنتي دي بقى اسمها على شكل حرف الاف. يعني او ده الانجل فوقها والسايد ده برضو الانجل فوقها. فدي هتكون دي. دي بسيبنتي هنا برض هتكون بكام سيبنتي. ما عرفش اطلع اعرف. لان طبعا انا عندي هنا ان 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 انتيريور اينجل اقوالز وان هندرت ايتي. فنقول نعمل سابتراكت فروم وان هندرت ايتي. فهيطلع لك في الاخر دي بكام سيكستي. احنا اللي احنا قلنا ده بقى عايزين نكتوبه بلاي بالسيبس. طب ازاي? نعيد من تاني. اقول له هنا اقول له سينس. السيمبل دي اسمها كده دي اسمها كده سينس. دي اسمها هنا ايه سينس. تمام? اقول له سينس ان ال ايه دي. بارالول ال بي سي. هنا في بارالول. ولازم انتقوله ان فيه ترانسفيرسل اللواء من ال اي بي. اقول له هنا ال اي بي. از ا ترانسفيرسل. يبقى زين ميجر انجل دي اي بي. اقل ميجر انجل بي. اقلز الفيفتي باي اكتبها له. اقول له كده زين? اقول له برضو برضو نفس الفكرة. اقول له هنا بال ايه? اقول له هنا ان برضو يعتبر ترانسفيرسل. طلا لك هنا حرف ال اية اي حاجة? اي اي دي. اقل ميجر انجل السيداء. يبقى زين احضر اى ميجر انجل لال ايه اice ايه اي ايه اي ايه ايه اي ايه 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 اي ايه ايهم ايد ايه امسمر proszę انجل زهايةية اylum. اiende ؟ شايفة بيicate انجل ببقى زينئ toughs. اي البنvelope وقال له هنا ايه باي كورسبوندن يبقى زين ميجر انجل سي اي بي بقى يبقى زين ميجر انجل سي اي بي هيكون ايقوز 180 مينوس 50 بلس 70 هيطلع لك في الاخر كام 60 دجري وبقى سكد المسألة دي بقى هيجي اقول لك هنا ايه في انترسيكشن وهنا 120 وعندك هنا بيقول لك ان طب انت عايز بقى تعال انطلع كل الانجل يعني انت عايزين نطلع دون مجر انجل دون مجر انجل دون مجر انجل دون مجر انجل دي كلها بصوا معاك انت عندك هنا قلنا قبل كده لما يجي يقول لك ان ان احنا قلنا قبل كده الترمي الاول لما يجي يقول لك هنا في انترسيكشن تعرف على طول ان هيكون عندك هنا هيكون هيكون عندك هنا هيكون طب تمام و لما يجي يقول لك هنا ان تقارب برضو هيكون عندك هنا هيكون طب تمام الانجلز اللي فوق دي كلها على مده الميجور بتاعتها بيكون ايكوالز وان هندرد ايتي ديجري وبرضو نفس الكلام هنا برضو وان هندرد ايتي ديجري خلانا في اللي فوق يبقى ميجور ايانجل بي ام اي عشان تطلع اقول له وان هندرد ايتي ماينوس وان هندرد تويني تطلع بكلام سيكستي ديجري طب انا هكتبه كلام من دماغي لا طبعا هولو ناسنس ان الا والام والسي are on the same straight line يبقى انا اقول له هنا ايه? اقول له هنا since. since. الا والام والسي are on the same straight line equals وان هندر ايتي ديجري. يعني مستر ماينفعش اقول كده مرة واحدة كده وانا لا خلاص انت معنى كلمة يعني كل حاجة وهتقول سببها. معنى كلمة يعني هتقول كل حاجة وسببها. انا هقول له هنا هقول له هنا since ان الا والام والسي are on the same straight line. يعني ايه? يعني على خط واحد. هقول له عشان كده اقول له كنازين. ميجور انجل بي ام اي. اقوالز وان هندر ايتي مينس وان هندر اتويني. هيكون ايه? سيكستي دجري. على فكرة دي بسكستي فهدي برضو الاسرة دي برضو تطلع بكام سكستي. بس لازم ان تولدي الاول. لازم تولدي الاول. اقول له ناسينس. الاسي. انترسكتش. وذي البي دي. او انترسكت البي دي. اتزا بوينت الام. تمام. اتزا بوينت الام. يبقى زين? عشان كده اقول له كده زين. ميجور انجل بي ام اي. اقوال. ميجور انجل. سي ام دي. اقوالز سيكستي دجري. وبرضو هيكون عندك هنا ميجور انجل بي ام سي اقوال ميجور انجل اي ام دي. برضو هيكون اقوالز وان هندرد تويني. واقول له كده برضو. ميجور انجل بي ام سي اقوالز ميجور انجل اي ام دي. اقوالز وان هندرد تويني دجري. يبدأ بـ 120 لا تنسى أنه قال لك أن الـ ME-Pi6 الـ Angle AMD يعني بتقسمها نصين فأطلع لك كل الـ Angle منه بـ 60 dip 60 و dip 60 بس أقولها إزاي أقوله برضه أقوله برضه أكتب دائد الـ ME-Pi6-Angle AMD-Pi6-Angle AMD-Pi6-Angle AMD-Then-Measure E-Me-Serial degree De-Me-Serial degree DME كل واحدة منهم تضع 120 divide it to kom E-Eq استخدمت دائد ويكون لك إن أريد أن تطلاق أمر beuh immc مين بقى دائد AMC is هذا EMC عايز كل ديات بنقول له كده زين measure angle EMC equals 120 degree و بس طب هنا بقى بيقولك اثبت لينة ان التو ترينجل دولت بيكونوا congruent فاكر ال congruent لازم يكون عند هنا 3 conditions اطلع هنا 3 conditions يكونوا هنا اقوال في التو ترينجل انا عند هنا باقي ال AC equals AB ما هي الصيدة equals الصيدة AC equals AB اي كمان DC equals DB DC equals DB اي كمان عند هنا ان ال AD is a common side AD is a common side عشان كده اقول له كده زين triangle ADB congruent to triangle ADC و بس كده يعني كده طلع طلله هنا ال AS3 conditions تمام مسألة زي ديات بيجي يقولك انا عايز measure angle ABD measure angle ABD ABD اللي هو دا يد طبعا احنا اخذنا المسألة دي في الترمي العوالي و دي يكون لها البعضاء اسمها accumulative angles كلهما على بعض دول كلهما على بعض بكام 360 360 دي جري فاحنا هنا هنقول اي بقى هلو هنا زي ما اخذنا برضو في الترم الاول اولي سينس 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 واكتبها له تحت بعضاء كده اهم حاجة في البروف يتكتبوا تحت بعض مش جانبه بعض كده زي موضوع التعبير لأ طبعا بتكتبوا كده تحت بعض بقولوا هنا شبا سينس سم بقى اللم بقى بقى زى accumulated angles at a point equals 360 degree then measure angle dpe equals 360 minus 35 plus 110 plus 140 هطلع لك في الاخر يبني ان كتبت كتبت وكتبت له بال ايه ذات نفسها ثم هنا هنا وطلع لك في الاخر وخلاص المسألة خلصت طيب دي اتشوف برضو شوف برضو شوف جابلك هنا في انترسكشن انا عايزك انت بديجي تقرأ تستفاد ما هو جابلك الجيفن ديات عشان تستفاد بيها خلاص فانا عندنا الانجل 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 تمام فبس هنا لما يجي اقولك فيه انترسكشن يبقى اكيد هنا هيكون عندي هنا هيكون ايقولز باي في او اي زي ما قلتلك قبل كده انت عايز يا سيدي انا عايز مجر انجل دي بي اي دي بي اي احنا لسه لمن شوية لما يجيب لك هنا انترسكشن يبقى لازم يكون عندي هنا هيكون ايقولز باي في او اي احنا قلنا الكلمة دي فانا اقولو هنا سي اي انترسكت ال اتزا بوينت البي اهاهو يعانة لو انت بتطلقه ابط كده هوت ده انترسكت ده اهو فبقى عندي هنا الانجل دي هتكون ايقولز الماجر انجل دي باي في او اي بانا اقولو كده ازاين مايجر انجل سي بي اف ايقول ماجر انجل تي بي اي ايقولز سيبن تي دي جري واقولو كده باي في او اي اللي هي والمسألة خلصت. بس لازمة تبدأ له باي? بالجيبن دي. طيب المسألة ديت. مسألة سهلة جدا. قالك ان يعني ايه المعنى يعني ايه في معنى ان معنى كان الانجل دي كل على بعضها دي معنى الكلام يعني. وقالك هنا ان والبي دي باي سيكتس الانجل اي بي اي. فانا عايز هنا اي بي دي. عايز مسألة سهلة جدا برضو. هنا اس ايلك من شوية معنى كان الانجل دي كل العلوة ده بون هندرد ايدي. طب هنا بيقول لك ان البي دي باي سيكتس يعني اي بي دي اي اقوال مجر انجل دي بي اي. خلص? تمام. يبا انا باي بلونج من ال اي سي. تمام كده? تمام. يبا ان نستفاد اي. اقوله كده ازاي مايجر انجل اي بي اي اي بي اي أهلا حاجة إنك تجم من الجيفن وتستفاد أولو سنس إن البي دي باي سيكتز أنجل ABE يبال ماجر أنجل دي إقوال زين ماجر أنجلي أولو كده زين ماجر أنجل ABD إقوال ماجر أنجل DBA إقوال زي كام 64 ديفايد 2 هتكون إقوال 32 ديجري يبقى دي ب32 ولي برضا تطلع بكام 32 ديجري وبس يبقى اللي أنا عايز أطلع منه من المسألة ديت لما يجي يقول لك إن البي بلونج الأي سي تعرف على قطول الأنجل دي كلها ده بون هندرت اي تي يعني اللي هي ده معنا الكلام والسي بي اي دي بون هندرت سكستين تمام يبقى إحنا قلنا إي بي اي هتكون إقوال زي كام سكستي فور وهكذا برضو مسألة دي سهلة جدا تشوف برضو هنا بيقول لك هنا فيه انترسكشن يبقى على طول كده تعرف إن هيكون عندك هنا هيكون باي في او اي 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 لا تشوف بك في او اي باي في او اي باي في او اي باي في او اي طيب تعرف تطلع دي اللي جنبها دي اعرف احنا عارفين طبعا ان استغلاف على نفسك ايتي من تحت كرة. ايتي 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 يطلع لك دي بكام وبس هي دي الفكرة. انت لو فهمت انا عايزك لما لجي تفهم تكتب انت. البروف معنا ايه? ان انا افهم فتكتب. مش لازمن حاجة تتحفظ. اصلي في ناس حتى في دماغة ان البروف ده بتتحفظ. لا. انت فهمت? اكتب بقى بأي اسلوب من اسلوبك انت يعني. بأي اسلوب. مش لازمن اسلوب معين? مش لازمن حاجة معينة? لا. اكتب انت باسلوبك. مش لازمن يعني اسلوب المستر. او مش لازمن يعني اسلوب الكتاب المعاصر. لا طبعا. اكتب انت بايه? باسلوبك. فانا بقول له هين ايه? ايه اللي هيحصل هنا? اقول له هنا ان S in the point B. اكتبها له كده سنتس. اقول له كده ازاين هنستفد ايه? مايجر انجل دي بي اي ايقوالز مايجر انجل دي بي ايقوالز فورتي ووالو هنا باي في او اي باي في او اي تمام واولو هنا السence باي باي سكتس انجل سي بي اف يا انستفالين اكلو كده زين بتأكدس ق منجر انجل دي بي اي 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 ايو دي ايي اي ايه اي واي جور انجل سي بي اي 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 quals 40 لا 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 غلط باي سكتس?, يبقى degree دي اقوز الانجل دي. يبقى زين. ميجر انجل سي بي اي. اقوز ميجر انجل اي بي اف. اقوز الفورتي. وحوله هنا بقى ميجر انجل اي بي اف هقوله كده زين. ميجر انجل اي بي اف اقوز وان هندرد ايتي ماينوس. بلاس الفورتي. في براكت كده. هطلع لك بكام. اهم حاجة في البروف انك تكتب ستيبس. تكتب خطوات. دي اهم حاجة. وفي البداية هنا بيجي يقول لك هنا انا عايز يعني في البداية هنا بقول لنا انا عايز بي اي سي. بي اي سي. طيب. انا يعتبر حالين واحدة زيها من شوية. ازاي? انا عندنا دي انجل ودي انجل. انا عايز اتو انجل دولت واقل الانجل دي اقوز الانجل دي. تمام? دي كل عرب عضاء اكي مولد دولت واقل الانجل دي وانيعمل بيجي يتبعهم كلهم على بعض بسري هاندد سيكستي. بسري هاندد سيكستي. يبقى عالم مفروض هنا دي بلاس دي وانيعملهم بسبتراكت من سري هاند سيكستي وانيعمل دي وايدي تو. عشان يطلع لكل واحدة منهم بكام. خلص. يبقى اقول له هنا ايه. اقول له ناسينس. سم. اف ميجورز. اف. زاء. اكيم الله يضيف. انجل اتا بوينت ايقوال سري هندرد سكستي ديجري اوه زين ميجر واقوله كمان اكابل له عليها كما كروت واقوله ميجر انجل دي ايقوال زين ميجر انجل دي هو اللي جابها لي اكتبها له هنا يبقى زين ميجر انجل بي اي سي ايقوالز سري هندرد سكستي مينس ايتي فايف بلس سكستي فايف وما تنساش كل ده تعملوا ليه? علشان اللي هيطلع هنقسمه على هيطلع لك كل واحدة منهم بكان يعني دي وان هندرد فايف ودي برضو بان هندرد فايف هنا بقى في بقولك هل يطرى هل يطرى بيكون على نفس الخط الواحد علشان نقول لهم هيكون فين بقى اللي هو دولت هؤ هي اصلا واضحة ان هما لأ لا علشان يطلع او نعرف ان هما هيكون لازم يكون السم تاعتهم بيكون السم تاعتهم بيكون يعني سكستي فايف بلس سكستي فايف بلس لازم السم تاعتهم بيكون لو قدت تلاحظ هنا سكستي فايف بلس فايف تاعتهم بيكون هندرد سم تاعتهم بيكون سكستي فايف بلس فايف بلس 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 هقولوا هنا بس خلصت طب شوية بقى حاجات كده ايه طيارة كده فبقول لك طبعا هنا في بارلل فانا عازل بي بسئلها دية طبعا دولت هيكونوا انتيريور انجل انجل دي السايد ده ده بارلل ده وده فيكون عندنا انجل دولت بيكونوا انتيريور انجل ايه وماجر انجل بي هيكونوا بكام فعلشان تبعا بيكون سبلويمنتري انتيريور انجل ده بيكونوا سبلويمنتري فقولوا انه هاندرد ايتي ماينوس سوينتيتو هيطلع لك في الاخر بكم هيطلع لك هنا بي ايت وا واون هندرد ايت ديجري وان هندرد ايت ديجري طبدي طبدي ايه دي ادد بارلل ده والأي بي ازا تراندسفيرسال فميجور انجل اي هتكون ايقوالز ميجور انجل بي ايقوالز ففتي سبن برضو اي ديجري باي الترنيت طب ديات دي كورزبوندين دي برضو اطلع لك بكام سيكس سري باي كورزبوندين حاجات سهلة طب في المسألة ديات بيجي يقول لك خدناك برضو في الترمي الاول كانت جاءنا في اللي تشوز على فكرة بيجي يقول لك هنا انا عايز ميجور انجل بي اي سي ليا ديات برضو نفس الكلام واجاب لك هنا الانجل دي بني ديجري ديات عبارة عن مسألتين في بعض دي لو انت اخدتها بره كدهوات هيطلع لك مسألة من اللي احنا حلانهم من شوية وهو عائز الانجل دي يعني انت هتقول له هنا اقول له عشان هطلع عن ميجور انجل بي اي سي سنتس ميجور انجل اي اي سي اي اكتب هالو سنتس ميجور انجل اي اي بي اي 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 اكتب هالو يبقى الزين سري هندرد سكستي مينوس ناينتي بلس وان هندرد ثيرتي وان هندرد اي ثيرتي هيطلع لك بالكامة وان هندرد فورتي ديجري ديات وان هندرد فورتي ديجري طيب يجي يقول لك بقى انا عايز ميجر انجل سي جاب لك هنا في بارل فانت لازمة تستفد به خلف علمك لو جاب لك حاجة في وانت ما استفدتش بيها او ما استخدمتش في الحل بتاعك اعرف انك حالك هيكون غلط حالك هيكون نقص فانت لازمة تخلي بالك من حاجة ازا كده ده البارل اللي هوت وعندي هنا ان فاقول له ايه هنا با هكتب له كلام دا كل ان ان الاب برالل تصيد و الاسي از ا ترانسفيرسال زين أنجل بص بقى P A C and أنجل C R انتيريور بش هيكونوا أيقل المجر ده هيكونوا سبلومنتري هيكونوا سبلومنت يعني أنجل سي أولو كده زين أنجل سي إقوالز 180 يطلع لك في الأخير بكام 40 ديجري وأنا في الحد هنا